السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية اربوية جميع اساسد والاستادات. تحية اربوية جميع متتبعي قناة ريديات لجميع المستويات. مات راشيد. في هذا الفيديو سنتعرف على التقنية الاعتيادية للطرح. تقنيات انجاز عملية الطرح بالاحتفاظ بدون الاحتفاظ. تقنية اليابانية. ثم احترام اه منزلة الوحدات. منزلة العشرات. منزلة المئات. منزلة الالاف. اذا في بداية اه هذه الانشطة. سنحاول تقديم وضع العمودي لعملية الطرح بمعنية عملية ناقص. هذه العملية اذا اضعوا وانجزوا عملية الطرحي. اذا لاحظوا معي العملية اه العملية اه يعني درتهم. هنا تمانية ناقص عندنا هنا ثلاثمائة وثمانية وسبعون ناقص مائة وخمسة عشر. قلنا هذا هو الفرق بين العدد الاول والعدد الثاني. دائما في عملية الطرح نحسب الفرق. يعني اه لا ديفيرانس. هنا مئة وستة وتسعون ناقص اربعة وعشرون. ستة ناقص اربعة تساوي اثنان. تسعة ناقص اثنان تساوي سبعة. واحد ناقص صفر. نحن ممكن نواله. يعني تساوي واحد. مع احترام يعني احترام الوحدات العشرات المئات. هنا ضروري انا نحضر ما ه θα احترم هذا الخانة ديال او منزلة الوحدات. كما قلنا uh today connects منزلة الوحدات. منزلة العشرات. منزلة المئات. منزلة الالف. بمعنى ان عندنا هنا اربعة وعشرين. فا الى احترام ا هنا. يعني الجبنا هنا هنا ابتعام او هنا جج فالعمالية تكون خاطئة. بالتالي ضروري احترام منزلة الوحدات العشرات المئات الاهلاف الى غذلك. اذا هنا عندنا اربعة وعشرين فهذا رقم وحدات رقم العشرات. اذا الرقم الوحدات تحت الوحدات. هنا قد اعطينا اثنان هنا ستة ناقص اربعة. تسعة ناقص اثنان يعني العشرات تحت العشرات وهذه هي تسعون ناقص عشرون تساوي سبعون. ثم هنا مئة ناقص صفر تساوي مئة. اه فهذا امر مهم جدا في احترام اه منزلة الوحدات والعشرات المئات والالاف. اللي بالنسبة خصوصا في اه يعني عمليات الطرح والجمع. اما فيما خص الجداء او الضرب اه ليس هناك اشكال. يعني ما كانش مشكل. فيما احطنا العدد رقم يعطينا الاجوبة او الجواب الصحيح. لكن بالنسبة للجمع والطرح. ضروري خصنا احترمو. هاد الوحدات العشرات المئات لالاف الغدري. اه كذلك اعزائي لا تنسوا الدعاء. ادعو لانفسكم بالنجاح. قبل الاجابة عن اي تمرين اي نشاط فادعو لانفسكم بالنجاح. فادعاء فهو. وانتم تعرفون فضاء الدعاء انه سبيل لاستغاثة العبد بربه. لان الدعاء محبوب لله عز وجل. وهو لكم شيء قدير. وندعو دعاء بسيط جدا. ربي اشرح لصدري. واسر لامري. واحلو العقدة من لساني. يفقه قولي. اللهم ارزقنا نجاحا في كل امر وارزقنا القمة في درجات العلم. ولنكملها. الانشطة دينا بالطريقة هناك الجامع بالاحتفاظ بطريقتين. ونسأنتعرف على الطريقة اليابانية. انتظرنا الصورة تكون واضحة. اذا الطريقة الاولى. عندي العدد مائة وخمسة واربعون ناقص مائة وتسعة وتعشر. قلت بان هاد مائة وخمسة واربعون يعني عدد اكبر من العدد التاني مائة وتسعة عشر لان هذا العدد يساوي مائة زائد اربعون زائد خمسة. وهذا العدد التاني يساوي مائة زائد عشرة زائد تسعة. اذا فلانجاز العملية خمسة ناقص تسعة لا يمكن. لماذا لان خمسة اصغر من تسعة? لاحظوا ان هنا خمسة صغر من تسعة. خمسة وحدات. يعني اصغر من تسعة. بحال لقنا خمسة دينا المربعات الصغيرة. هذه المربعات الصغيرة عندي هنا خمسة. وهنا عندي تسعة. اذا هاد خمسة ممكنش نقص منها تسعة لان تسعة اكتر. تسعة هي اللي هي اللي كثيرة هي اللي كبيرة. اذا. هنا عندي اربعات ثمانية تسعة. اذا بتاع لي اشنو كنديرو? كناخدوا واحد عشرة من هاد اربعين هذي وكنزيدوها لنا كنزيدوها لات خمسة. يعني هنا اش كنديرو هنا? كنكتبوه هنا خمسة عشر. اذا اللي اخذينا عشرة من هنا اوزنا لنا كتبو اللي عندي هنا خمسة عشر. اذا خمسة عشر. كونها ستبقى هنا? ستبقى هنا ستبقى ثلاثين ثلاثة. اذا اخذنا عشرة من هنا وزيدنا هلا هات خمسة ستبقى هنا ستبقى هنا ستبقى هنا ستبقى ثلاثين. اذا الآن الخمسة عشر ناقص سسعة فهي ممكنة خمسة عشر ناقص سسعة تعطينا ستة إذا نجد نكتب هنا ستة هنا يمشي مبارسة الثلاثة اللي كان الفوق ناقص واحد إذا ثلاثة ناقص واحدة تعطينا هنا اثنان لأنني هنا ثلاثين ناقص عشرها تعطينا عشرون رابعين لقدرنا لدي الخط هنا عبدين ندير هذه العملية بها الطريقة هذه هنا قلنا سنحصل على ستة هنا ثلاثين ناقص عشرها تعطينا عشرون ثم هنا مئتان ناقص مئة تعطينا مئة إذا لاحظوا جيدا هنا اثنان ناقص واحدة تعطينا هنا واحد يعني مئة وستة واحدون هي مئة وستة وعشرون إذا العملية هذه الطريقة اليابانية وهي طريقة سهلة جدا فقط نحاولو ناخدو عشرة من هنا نضيفوها لهنا يعني من العشرة ونزيدوها الوحدات ونضربوها للعادة كذلك ناخدو من هنا النارة نزيدو مئة اذا نشوفو هذا في نشاط تاني اذا نشوفو الان العملية التانية بطريقة طريقة يعني الاحتفاظ بطريقة العادية عندي هنا مئة وخمسة واربعون ناقص مئة وتساعة عشر نفس العملية خمسة ناقص سيس على يمكن هنا انا اقول اضيفو عشرة وضيفو عشرة ونزيدو هنا واحد كنكتبو هنا واحد واحد هذا بمعنى ان انا عندي خمسة عشر ناقص سيسعة ثم اه قلت انها تساوي ستة لكن هادي واحد كنديرو انزله بواحد كنزله لنا وقتولي عندي هنا اتنان اربعة ناقص اثنان تساوي اثنان لكن هنا كنقوله انزله بواحد اثنان ناقص واحد واحد فالنتجة هي مئة وستة وعشرون مئة وستة وعشرون لكن هنا هذي الطريقة فيها أنزل بواحد يعني ضروري نخص ننسى هذا الاحتفاظ ننزل به وهذا الطريقة يعني الطريقة الاولى له الطريقة اليابانية هي الاسهل وكذلك انا ما كنسوش الاحتفاظ يعني كنضبطه مع الاحتفاظ بالتتابع اذا هي الطريقة المستعملة حاليا نتمنى انكم تفهموا الطريقة الاولى لان هي اللي يتم توظيف ديالها كذلك انا تصوير يعني بالليل والانارة يعني ضعيفة شوية نشوفوا المثال المثال اخر يعني نشاط اخر عندنا هنا خمسمائة وتمانية ناقص ٣�69 هنا خمسمائة وتمانية كتساوي 500 زائد صفر زائد تمانية ثم 360 يعني كتساوي 300 زائد تساو اذا هنا عندي تمانية ناقص ١ اقصى ايا لا يمكن لا يمكين لصني د Megan فاني بنضيف ليها واحد عشرة نزل ليها واحد عشرة لكن من سبيل العدد الثاني تلاحظوا ان هنا كان صيفرة. فين غير نجيب هذه عشرة هذه. ما عنديش. اذا نحول واحد مية من هنا اللي هنا. نحول نجيب مية لهنا. نجيب مية لهنا. هي باش غدي نخد منها عشرة. اذن ف ثم نخد منها عشرة. غدي نز منها عشرة. من هذه نهزة عشرة. اذن اكيد اذا قد تفق لي اغيى تسعين. تفق لي هنا تسعين. اذا هنا كنجيول هنا كنزيد عشرة. يعني وغاتولي عندي تمانية عشر. تمانية عشر ناقص. اذا غدي نضرب على الرقم هذا. تمنطعش ناقص تسعة. دعني هنا تسعة. ثم هنا قلنا صيفر. يعني مع النوال. اذا غدي نجيبه هنا اه مية. غانجيبه هنا مية. غدي نضيفه لهنا. ولا اضيفه عشرة. كان قوله عشرة. عشرة هي العشرة. وحنا ستين منها عشرة. اذا هنا غدي تولي عندي تسعة. هتوق لي هنا تسعة. يعني تسعون. الى الزين عشر هتوق لي هنا غير تسعة. تسعون. اذا تسعون ناقص ستون. غد تعطين هنا تلاتون. هنا غد تلاتون. وهنا يعني ثمانية عشر ناقص. لان هنا غلت عندي ثمنتاش. طمنتاش ناقص تسعة تعطين هنا تسعة. اذا آآ الان هنا غدا توقع لها غير ربع مية. مانتفقع شح عندي خمسمية. حتى اخذينا منها مية. هنا كذلك اذا تسعة ناقص ستة ثلاثة. ثم هذه راح دا على منا. ل commencé هنا غير ربعة. اذا ربعة ناقص آآ تلاتة تعطين هنا واحد. اعتقدنا العملية واضحة. Dueบة لمية ناقص ستلة المئة تعطين هنا مئة. اذا اللا حدول نكمن shields الصفر في الواسطة ارى العملية معقدة شيئا ما اذا خصنا نهز مائة ونحولها الواسط لعند الصفر ثم من هذك اه مائة اللي حولنا كنهز منها عشرة وكنا ندعوها الوحادات اذا لا تبعتوا العملية ربما واضحة بطريق اللي درتها فالنتيجة هو الفرق بين العملية بالعدد الاول والعدد التاني هو مئة وتسعة وتلاتون لكن تابعوا العدد الصفر ثم غادي نكملوا عندي هنا مئتان وثلاثة واربعون ناقص مئة وخمسة وتلاتون احنا ملك لكم عنا عدد العدد الاول اكبر من العدد التاني ولكن في رقم الوحادات هناك اشكال اذا ثلاثة ناقص خمسة فلا يمكن نقول اضيفه عشرة يعني هاتف اللي عندي هنا ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص خمسة يعني تغطين هنا ثمانية تلتاش ناقص خمسة تمانية ثم كنضرب على هذا العدد لان زيت منه كتبق عليه ثلاثة اذا ثلاثة ناقص ثلاثة صفر اثناء ناقص واحد واحد اذا الخارج او النتيجة هي اه مئة وواحد ثم نمشو المثال الاخر اذا تبقى معي هذا مئة لأوتاني في الصفر اذا صفر ناقص ثمانية صفر ناقص اثنان عفوا ان صفر ناقص اثنان لا يمكن لان هنا العدد اللي في الاعلى هو ستمائة زائد تمانون زائد صفر يعني الوحدة صفر هنا في العسفل مئة زائد تلاتون زائد اثنان اذا هنا خصنا نضيفه واحد عشرة باش باش ننقسم منها اثنان اذا ما لغا نجيبه عشرة نجيبه من هنا اذا هنا اذا نضيفه عشرة اذا اضيفه عشرة اذا نضيفه عشرة هنا هجيله هاندي هنا عشرة اذا صفر اذا عشر ناقص اثنان تمنه ها لكن انا تجيبنا عشرة نجيبنا من هنا هنا تقلuno سبعين. Bei 70 توقيل ان اقصد سبعين. اذا نضيفه ث Kirin وهنا سبعه. سبعه ناقص ثلاثه كم تساوي؟ تساوي ابعه. يعني بحلقنا سبعين ناقص لاتين فقد عطينا اربعون سبعون ناقص لاتين عطينا اربعين وهنا عشرة ناقص جرس عطينا تمانية ثم هنا كذلك عندنا ستة ناقص واحد يعني ستة ناقص بحلقنا ستمية ناقص مية عطينا خمسمائة اذا هنا خمسة انا ما غيرش ناقصه لماذا لانه ما زينا من نواله ثم نشوفوا مثال اخر اعتقد ان المثال واضح كذلك شوفوا امعي ثم نمشي والمثال مثال الاخير او ما قبل الاخير اربعة ناقص ثلاثة تساوي واحد نكتب هنا هو واحد ثم تسعة ناقص اتنين سبعة ثم واحد ناقص صفر واحد هنا كذلك ضروري ان نقزل الترتيب دي الوحدات العشرات لمئات اذا هنا راة ثلاثة وعشرين نجبناها تحت الوحدات والعشرات ثم اذا كان هناك مثل عملية تتكون من اربعة ارقام كذلك ضروري احترام الوحدات يعني الترتيب منزلة الوحدات منزلة العشرات لمئات الى غير ذلك اذا هنا هنشوفوا سبعة سبعة دي الوحدات تحت اربعة الوحدات العشرات تحت العشرات لمئات تحت المئات الالاف تحت الالاف اذا سبعة ناقص اربعات يساوي تلاتة تلاتة ناقص اتنين واحد ستة ناقص خمسة واحد تمانية ناقص صفر لان هنا ما كنواله تمانية اذا اه هنا فقط انا نحتار من هات الترتيب هذا احتار من الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرات المئات تحت المئات الالاف تحت الالف ضروري احترام هاد يعني هاد المنزلة هذي كان اسمها منزلة او الخانة فاتمنى التوفيق لجميع وشكرا لجميع متتبعي القناة ارجو اللي تنسوا الاشتراك في القناة وشكرا